رح نحكي اليوم بفقرتنا الطبية عن أمراض شبكية العين والتي بتتعلق معظمة بأعراض النظر يمكن الشبكية بتأثر كتير على طبعا النظر وغيرها من التفاصيل وهي الأعراض الشائعة اللي بتصيب العين أكيد رح نحكي عن الأذية اللي ممكن تتعرض للشبكية وإن تكون خطيرة وما درجة الخطورة وكيفية علاجة وتفاصيل كتير مع الدكتور باسر الفعوري الصدي صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك صباح نوري يسعد صباحكم صباح كل مشاهدينا أهلا وسهلا فيك دكتور خلينا نبلش محضرتك من أكثر الأمراض الأكثر شيوعاً مثل ما بيقولوا المرتبطة بشبكية العين الحقيقة شبكية العين أول شي يعني إذا بنعرف شو هي هي الجزء العصبي الحساس من العين يعني إذا بنشبه العين بالكاميرا العين القسم الأمامي اللي هو العدسة اللي موجود نفسه عند الإنسان بالكاميرا فيه كان الفيلم اللي يتصور عليه شبكية العين هي الفيلم اللي بتنطبع عليه الصورة حقيقة هي جزء الحساس اللي تنعكس عليه الأشعار الضوئية تلطقط المنبيهات الحسية الموجودة بالشبكية هاي الصورة وتنتقل عن طريق العصب البصري للدماغ فهي عنصر كتير حساس وكتير دقيق وكتير حيوي بالرؤية الشبكية عادة فيه نوعين الإصابات إصابات بنسميها إصابات خلقية يعني بيخلق الإنسان عنده هاي الأمراض قد تكون أمراض وراثية أو استحالية وفي عنا الأمراض المكتسبية اللي بتصير مع العمر أكتر مرض نحن بنسمع عنه حاليا بالشبكية هو اعتلال الشبكية السكري حقيقة كونه مرض السكري مرض منتشر عنه ونظرا قد يكون لأسباب وراسية أو زواج الأقارب فبيكون عنا اعتلال الشبكية السكري أكتر من غيره من الأمراض اللي منشوفه هذا المرض بيظهر عند المرضى اللي عنده السكري سواء كان السكري من النمط الأول اللي بيظهر بعمر الطفولة أو السكري الكهلية اللي بيظهر بعد عمر الأربعين سنة بعد فترة من الإصابة بمرض السكري مون مباشرة خاصة عن عند المرضى يلي السكر عنده المانو مضبوط بتبلش تظهر عنه أعراض اعتلال الشبكية السكري أعراض اعتلال الشبكية السكري بهالحالات تأثر على الرؤية بشكل مباشر لأنه بتصيب منطقة اللطخ الصفراء الشبكية كمان إذا بنا نحكي عنها هي منطقتين أساسيتين المنطقة المركزية اللي اسمها اللطخ الصفراء وهي مسؤولة عنه الرؤية المركزية يعني نحنا لما بنقرأ كلمة المكان اللي بنركز عليه الحرف اللي بنقرأ فيه بيكون هذا اللي عم نشوف فيه باللطخ الصفراء لما مكون عم نرسم المكان اللي عم ندقق فيه أو عم نطلع عليه هاي المنطقة اللي عم بتكون عم بتشوف هي منطقة اللطخ الصفراء فهي الرؤية المركزية كتير حساسة فبتنصاب هاي بالشبكية بأمراض السكري بيشي نحنا مساميه وزمة اللطخة السكرية وزمة اللطخة الصفراء السكرية فممكن تكون مزعجة عند المريض ومؤسرة على الرؤية وفيه الشبكية المحيطية يلي ممكن تنصاب أيضا بمرض السكري بشيء يلي منسميه اعتلال الشبكية السكري المنمي والغير منمي يعني ظهور نزوف ضمن الشبكية أمهات الدم الصغيرة النتحات اللي مسميها بقع القطن والصوف هي مظاهر الاعتلال الشبكية السكري طبعا هذا كمرض من أشياء الأمراض اللي منصيبه اللي منشوفه عند مرضانا فيه مرض تاني كتير من نسمع عنه اللي هو انفصال الشبكية انفصال الشبكية قد يكون عفوي وقد يكون ردي يعني أي رد مباشر وكليل على العين ممكن يحرد حدوث انفصال شبكية وفي بعض المرضى ترتبط هاي الإصابة عندهم باستعداد عندهم يعني مثلا المرضى اللي عندهم نقص شديد أو حسر بصر شديد ممكن ينصابوا بالانفصال الشبكية أكثر من غيرهم المرضى اللي بيجروا عمليات على العين لسبب أو لآخر بيكونوا معرضين لحدوث انفصال شبكية أكثر من غيرهم في بعض المرضى اللي عندهم استحالات محيطية بالشبكية مثل لاتس دي جينيريشن أو غيره هادلول بيكون كمان عندهم احتمال لحدوث انفصال شبكية كمان هادة من الأمراض اللي ممكن نسمع فيها أكثر من غيرهم في أمراض تانية مثل ما أنها بتكون وراسية أو استحالية كمان نسمع فيها أحيانا مثل مرض العشة الليلي اللي هو الاسم العلمي اللي قاله هو التهاب الشبكية الصباغي كمان هادة من الأمراض الشائعة اللي مسمع عنا عند مرضى انه والله هذا مرض من الأمراض الشبكية اللي مسمع فيه أكثر من غيرهم من بقية الأمراض فبالتالي نحن عنا مجموعة من الأمراض اللي بتصيب العين أو بتصيب شبكية العين بعضها مثل ما أنها استحالي وراثي وبعضها نتيجة ردود وبعضها نتيجة أمراض أخرى وصيب فيها الإنسان مثل ما أنها السكري أو ارتفاع الضغط الشرياني وأثرت على الشبكية وأصادت الشبكية طيب دكتور اليوم بالنسبة لطرق العلاج خينا نعرف شو هي طرق العلاج من الإصابات البسيطة وصولا للأذية الكبيرة العلاج بيعتمد على المرض نفسه والحالي نفسه فيه أمراض مثل الاعتلال الشبكي السكري كما نحكينا عنهم بشكل واحد أو الثاني هذا المرض حسب مكان الإصابة اللطخة الصفراء عادة تعالج إذا في عنا وزمة باللطخة الصفراء أما من خلال حقن ضمن العين تساعد على التخلص من هذه السوائل التي جمعت في منطقة اللطخة الصفراء أو أسرت على الرؤية مواد يا أما هي أنتي في جيف تحقن مثلا بمعدل ثلاث حقن كل شهر حقني وبعدين إذا احتاج المريض منعطيه جراعة داعمة من هذه الحقن أو من خلال مواد استيرويدية يعني كورتيزونات معينة تحقن ضمن الشبكية أيضا للسيطرة على هذه الوزمة والتخفيف منها أحيانا بيكون العلاج بالليزر إذا في عنا مثل ما أن مناطق فيها نزوف بالشبكية أما هادم قدت لحدوث إسكيميا أو نقص تروية بالشبكية فبيكون العلاج عن طريق تخثير هاي المناطق بالأرغون ليزر لمنع إطلاق مواد محفزات ويعائية بتسبب شيء اسمه تنمي غير طبيعي بالشبكية بيؤدي لشيء من سميه التوعي المستحدث أو الزرق السانوي الوعائي وما إلا هناك من عقابي لا اعتلال الشبكي السكري أحيانا بنشارك المعالجتين مع بعض يعني الليزر مع الحقن ضمن العين لنسيطر على الحالة مثل بأنه حسب الدرجة لواصل عند المريض في أمراض تانية مثل الأمراض الاستحالية بيكون العلاج فيها أصعب شوي لأنه هون في عنا إصابة بالمستقبلات الحسية نتيجة فقدان أنزيمات معينة أو نتيجة فقدان أصبغة معينة ضمن الشبكية بتأثر على وظيفة المستقبلات هاي هذول المرضى لحد هلأ إمكانياتنا بالعلاج لألون محدودة لكن الأمل كتير واعد من خلال العلاجات الجينية والعلاجات بالخلايا الجزعية لحتى يكون لهم أفق بالمستقبل لحتى نساعد هذول المرضى على أنه نوقف المرضى عندهم أو نستعيد الرؤية عندهم لو كان في عنا فقدان للرؤية الأمراض التانية مثل الانفصالات الشبكية حسب ما كان الانفصال ودرجته إذا كان انفصال بسيط وبالمحيط ممكن نعمل تطويق بالليزر ونسيطر على الحالة لكن إذا كان انفصال ممتد ومهدد للطخ الصفراء أو شامل للطخ الصفراء ساعتها لابد من عمل جراحي لإعادة الشبكية لما كان الطبيعي فحقيقة التكنيك أو الجراحة حسب الحالة أو العلاج سواء كان بالأدوية أو بالحقان بيعتمد على المرضى وحالته طبعاً طب خلينا نحكي عن شوي التفاصيل اليوم حضرتك حكيت أكتر عرضة هنا المرضى السكري حالياً لما بينضبط السكري ممكن تخف الإجراءات أو لا يعني بنشوف مثل ما قلت بين يمكن الإبرة والإبرة الشهر بينعطى المريض فرصة لحتى ينشاف إذا فيه تحسن أو لا أكيد دائماً الإصابات المبكرة ممكن يكون عكوسة يعني ممكن تتراجع إذا المريض قدر يضبط السكر عنده وتابع مع الطبيبه بشكل جيد لكن أحياناً بتكون الإصابة متقدمة ساعتها الأزية صارت صعبة أنها تكون عكوسة يعني ما ممكن نرجع الوضع ما كان عليه بيصير هدفنا هو الحفاظ على الرؤية الموجودة عند المريض من هون كتير ضروري جداً بالنسبة لمرضى السكري الفحص الدوري يعني لازم مريض السكري على الأقل على الأقل كل سنة مرة يفحص شبكيته إن اشتكى وإن ما اشتكى لأن الإصابات المبكرة ما بشكي من المريض يعني ما بنتبه عليها بتكون بلاش تظهر بالمحيط لكن المريض مو عرفان أنه عنده إصابة بالسكري فإذا ما راح لعن طبيب العينية وفحصله الشبكية وإذا احتاج الموضوع يطلب له صور للشبكية المريض ما حينتبه الشيء المفيد أو الإيجابي بهذه القصة إنه هاي الإصابات المبكرة اللي بتكون بمحيط الشبكية ممكن نسيطرة عليها وممكن عكسها بمعنى إذا المريض ضبط السكر بشكل جيد وتابعه مع طبيبه وممكن تختفي هاي ما نسميه الاعتلال المبكر اللي ظهر عنده لكن لو وصل لمرحلة متقدمة يمكن ما نقدر نخفيها بشكل كامل وصير هدفنا أنه نعالج هالعقابيل اللي صارت عنها ونحافظه على الرؤية المركزية حتى المريض ما يفقد الرؤية لأنه عمليا هي سلسلة يعني إذا كرة التلج المتدحرجة إذا بلشت الإصابة بتصير يوم عن يوم تكتر تكتر والاختلاطات تزيد وبالتالي السيطرة عليها أصعب الوعي بالنسبة لمريض السكري كتير هو مفتاح للعلاج كتير ضروري أنه ثقافة الفحص الدوري تكون عند مرضانا لحتى يتجنبوا الاختلاطات الشديدة اللي بتطلب عمليات جراحية وقد تكون يعني غير مرضية بالنسبة للمريض باستعادة الرؤية لكن ما في حل بيكون قدامنا بينما لما يجينا بالمراحل المبكرة نقدر نعطي نتيجة أحسان بكتير اليوم دكتور مع هذا التطور وسعي كتير من السيدات أنه يكون في ناحية جمالية معينة من بينها تنلون العيون اليوم عم نسمع عن كتير تغيير من لون العيون شو بيحمل من أذية للشباكية هل إلو مخاطر للشباكية وشو هي ممكن أحدث التقنيات التجميلية اللي بينخاف أنه تترك أذية هلا موضوع تجميل العيون هذا للأسف أنا بقول للأسف تريند كل فترة بيطلع وخليني أقول كلام صريح اللي بيحكوا بتلوين لون العيون هنن ما لون أطباء عيون اللي عم يحكوا لها حد الآن بتلوين العيون هنن أطباء تجميل ما عم يعرفوا حقيقة حجم المضاعفات اللي ممكن يسببوها للعين نتيجة هاي الإجراءات حقيقة إذا بدي وضح نقطة كل التقنيات كل التقنيات يلي عمين حكى فيها لتجميل العيون لحد اليوم عم بيحكي لحد اليوم لأنه العلم كيف فترة بقدمنا شي جديد بس لحد اليوم كل التقنيات يلي نحكى عنا إلى آثار سلبية وضارة للعين أكتر بكتير من الفائدة التجميلية المرجوة من هاي الإجراءات فلذلك كأطباء عينية منقول لحد هلأ هاي الإجراءات غير منصوح فيها أبدا قد تكون ذات آثار كارسية على العين بتنقل المريض من أنه فات يعمل إجراء تجميلي لمريض صار عم يخسر الرؤية ويمكن يفطنها ما كان يؤدي لخسارة الرؤية بشكل كامل شفنا حالات كتير من المرضى يلي أجروا عمليات تغيير لون العين فقدوا الرؤية والأسف منهم الصبايا وسيدات بمقتبل العمر بمنتهى الجمال كان بس بدهم أنهم نغيروا لون عيونهم فاتوا بهذه العمليات ووصلوا لمرحلة أنا بنفسي شايف أكتر من حالة تفقد رؤية تام يعني موضوع كارسي بكل ما تعني الكلمة المعنى هلأ عم بقولوا نحنا صار عنا تقنيات غير التقنيات الأديمة اللي كانت عم بتسبب هاي المشاكل هاي التقنيات آمنة لا مانا آمنة حتى التقنيات اللي هلأ عمين حكى فيها التوصيات الجمعية الأمريكية بشهر واحد لسنة 2024 حزرت من هاي الإجراءات يلي عم يتسوق لأنها آمنة يعني بيصني أنا من خلال مرضاي دكتور شفنا هذا الإعلان أو شفنا هذا الريل أو شفنا هذا عم بيقولوا أنه عملوا هذا الحكي يعني هو تلاعب فينهم عم يعملوا دعايات بشكل كتير كبير تلاعب بالمرضى نحن هلأ في عنا عالم عامل يعني كتير التجميل عم يدخل بالنحية الطبية يعني دخل على الناحية الطبية بقوة بكل الاختصاصات خلى الناس أنه تصدق أي شيء عم تسمعوا مو كل شيء بتسمعوا هو حقيقي وصحيح استقوا موضوع من أطباء المختصين مع احترامي لأطباء التجميل وهن زملاء لألنا لكن أنا بيرأي أنه يحكوا بتجميل العيون يكونوا تجاوزوا يعني حدود الاختصاص العين جزء كتير حساس الأنسجة العينية أنسجة وعائية وعصبية أزيتها غير عكوسة يعني لما تنضر بيصير صعب كتير أنه نصلح بعتلي أحد الأشخاص وهم من المشاهير عن تقنية عم بيروج لأحد أطباء التجميل بأحد دول المجاورة وعم بيقول أن هاي آمنة مية بالمية وما عم تعمل مشاكل يلي صاري شفت التقنية اللي هو عم يحكي عنا وهي تقنية ضرة بقرنية العين صار عم يحقن الصباغ ضمن قرنية العين على أساس أنه هو هيك بعيد عن الشبكية وبعيد عن القزحية حتى قرنية العين قرنية العين الله خلقها شفافة هي كريستالة العين يلي بتوضح لنا الرؤية العبس بقرنية العين قد يؤدي إلى نتائج كارسية بالقرنية ممكن يسبب التهابات قرحات فطرية خراجات ممكن يسبب تواعي يؤدي لتدمير قرنية العين غير على أنه نحن نضعف نسمي البيو ميكانيك السبع قرنية العين لحتى نفوت على 360 درجة بمحيط القرنية هذا الصباغ بعدين حتى جمالياً مانو جميل لسبب بسيط هنا نعم يحقنوا مسافة 2 أو 3 مم بمحيط القرنية فهدلول بتظهر عينهم ملونة لكن بيظهر البؤبؤ موسع عندهم وكأنه هو مؤطر أطر التوسيع حدقة ما رح يكون البؤبؤ متقبضة عندهم مثل ما نحن نشوفه أو غيء أو متفاعل يعني هالبؤبؤ اللي بيتوسع وبيتقبض بهذه التقنيات مو موجود حقيقة إذا بندقق فيه هنشوف ثلاث ألوان هنشوف اللون الصباغي اللي نحقن بمحيط القرنية هنشوف بالنص حلقة هي لون القزحية الطبيعية عند المريض وحنشوف المركز النقطة السوداء اللي هو البؤبؤ عند العين أنا ماني شايفه تجميل بقدر مصارت يعني عبس أنا بسميه عبس بالعين فأتمنى أن يكون في عنا وعي الأشخاص اللي عم بيدوروا على هاي العمليات يسألوا من مصادر موسوقة يسألوا أطباء العيون عن هاي العمليات أحسن ما يستقوا مصادر هن من بعض المؤسرين يلي بوسائل التواصل الاجتماعي يلي عم يستغلوهن هؤلاء الأطباء التجميل لترويج لهذا النوع العمليات طب دكتور بما أنه حكينا عن الترندات كمان طم هم اليوم وخصوصاً بنشوف بالحفلات أو الصبية اللي بيكمدها تتجواز أو شي بي صار في ترند عند المكيرات هل عم نشوفه أطرة معينة بتخلي بياض العين يلمع بتخلي بياض العين ماي للزراء مثل ما بيقولوا استخدام هاي النوع من الأطرات هل هو سليم؟ هل بيصح؟ وحتى لو كان لمرة واحدة يعني اليوم بنقدر أي شخص يجيب أطرة معينة حتى أنه بتغير بياض العين بتخليه أحلى وأصفى هل هي الأطرات هي أغلبها من زمر مقابضات رعائية يلي الأوعية الدموية الموجودة بملتحمة العين بتتقبض نتيجة استخدامها وبالتالي هاللون الأحمر بخف وبتظهر العين صافية البياض هل إذا بدي أحكي فيها الأطرات موجودة من زمان هل هي كونها أطرات موضعية وتأثيرها لعدة ساعات استخدامها لمرة أو مرتين بمناسبة معينة ما نضر خلي أنا كون يعني دقيق بهذا الموضوع سيدة عندها حفلة أو عندها مناسبة معينة أطرتنا هالأطرات حضرت مناسبتها وبعدين أوكي خلاص ما في مشكلة بشرط أنه ما يكون عندها أمراض هالأطرات قد تزيدها مثل مرضى لغلوكوما اللي مرضى اللي عندهم ارتفاع بضغط العين أو زرق العين هاي نوعيا الأطرات أحيانا بتزيد الحالة عندهم غير هيك ما في مشكلة كونه استخدامها حيكون لمرة أو مرتين متمأنة لمناسبة حاليا في بعض الأطرات أخدت نسميها موافقات عالمية لإستخدامها لهذه الغاية ما أنا موجودة عنها بسوريا لكن هي موجودة يعني بكتير من الدول آمنة أكتر من غيرها بإستخدامها بهذه الغاية مثل ما قلنا كونه هاي أطرات وتأثيرها محدود يعني لبضع ساعات بيضل ما في خوف منها مثل عمليات تغيير اللون مثلا هاي أنت فتت حطيت شيء بس في ناس بتجيبها وصارت استخدامها دايما لا استخدامها المزمة أساساً هيصير مفعول وعكسي يعني أول فترة حتبيضها العين بس إذا ضلت استخدمها كتير حيروح هذا المفعول لأن الأوعية الدموية ما عاد تستجيب هي مقبضات وعائية أول فترة الأوعية نتيجة استخدام الأطرات بتتقبض فبتحصل على النتيجة اللي بدأيها بعد فترة أو استخدام المزمة بصير بالعكس الأوعية الدموية ما تستجيب لها الأطرات بصير تتوسع أكتر فبصير أنه تحط الأطرات أكتر وما عاد تحصل على النتيجة اللي بدأيها فهي استخدامها فعلا للمناسبات وليس للاستخدام الدائم المزمة أنا سوري يعني إذا بعض الأشخاص عندهم إحمرار بالعين حابين يخلصوا من هذه القصة يعاجوا السبب الرئيسي قد يكون في سبب آخر التهاب حواف أشفان جفاف بالعين في أطرات تانية تستخدم بشكل مزمن أو يعني بشكل لفترات أطول لتغلب على العرض من أنك تعالجي فقط بهذه الأطرات دكتور بمأنه نحن عم نحكي عن ناحية التجميلية للأسف يعني عم نركز شوي على هذا الموضوع لأنه اليوم السيدات منجر في ناحية التجميلية والأخصة بما يخص العين وما مننتبه على الأثار السلبية بالنسبة للعدسات اللاسقة اللي عم تنحط كمان بشكل دائم وفي منهم يمكن ما نعرف شو لون عيونهم لأنهن دائما عم يستخدموا هاي العدسات كمان شو تأثيره على الشبكية إذا بنا نقول على المدى البعيد العدسات اللاسقة بعيدة عن الشبكية الشبكية هي جزء بالقسم الخلفي من العين موجود بعيد عن قرنية العين العدسات اللاسقة بنحطها على قرنية العين العدسات اللاسقة عم تستخدم من سنوات طويلة لحد هلأ طبعا المواد اللي عم تتصنع منها العدسات اللاسقة صارت أفضل من قبل كمواد أقل رضا لقرنية العين نفوزيتها للأكسجين والماء أعلى صارت مريحة أكتر وارتكاس لألة كأحمرار وشعور بجسم أجنبي داخل العين صار أقل ففيه أنواع من العدسات اللاسقة نوعا ما جيدة بالنسبة لبعض المرضى لكن هذا لا يعني أنه هي سليمة 100% يعني حتى العدسات اللاسقة الطبية ما عم نحكي عنها التجميلية ممكن يكون لها مشاكل يعني هاي العدسات بده اهتمام في منها أنواع نسميها اليومية في الأسبوعية في الشهرية في السنوية هلا اليومية تستخد الماء يوم واحد وبتنكب هاي قد تكون الأفضل لأنه ما عم نعيد تعقيمها ونرجع على العين مرة تانية بالنسبة للمرضى المضطرين يحطوا هاي العدسات إذا بنا نحكي عن نون لكن العدسات اللي بده تعقيم هاي المنسمية الشهرية أو السنوية المريض بده يكون كتير واعي بده يعرف يشيله من العين بالليل قبل النوم ما ينام بالعدسة يرجع على الكنتينر يحط السائل التعقيم سائل التعقيم ينتبه للصلاحية تبعه إذا فتح لفترة طويلة ما استخدمه مرة تانية لأنه هاي العدسات إذا حطت بوسط غير عقيم بتصير مزرعة جرسومية يعني بتصير وسط ملائم لنمو الجراسين بحط المريض على عينه بتسبب له فورا قرحة بالقرنية أو خراج بالقرنية وهذا شيء سيريس يعني ممكن يكون خطير على العين ممكن نستخدمها لكن مثلما إنها بإشراف طبيب باهتمام بالنظافة والعقامة لحتى نجنب أسارة جانبية أكي يعني النصائح مهمة كتير عادتنا ياه اليوم بالختامنا نتشكرها نشكر وجودك معنا دكتور شكرا لألكم شكرا لمستمعين الكرام كل الشكر إليك وبقية النهار حلو إليك